افتتحت الجامعة الأمريكية في الشارقة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي الثاني لأفضل الممارسات في التدريس والتعلم الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بحضوره مشاركة أكثر من 150 من الباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة دراسات عليا ومستشارين تربويين من جميع أنحاء العالم سعيا لأن تكون مركزا عالميا للتعليم والتعلم المتميز والمبتكر استضافت الجامعة الأمريكية في الشارقة فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي الثاني لأفضل الممارسات في التدريس والتعلم الذي يعد منصة لتبادل الأفكار بين المشاركين وتشجيعهم على التفكير بشكل إبداعي حول التحديات التعليمية لإحداث تأثيرات إيجابية في المنطقة وخارجها نحن ملتزمون بتقديم أفضل التجارب التعليمية لطلابنا وهذا الالتزام هو جزء من رؤية مؤسس الجامعة سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي ورئيسة الجامعة الشيخة بودور القاسمي في المؤتمر الثاني لممارسات التعليم نحن دعونا جمع من الخبراء لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات فيما يخص العمليات التعليمية اليوم الأول من المؤتمر تضمن كلمتين رئيسيتين بجانب عقد حلقات نقاشية قدمها أساتذة وقادة معروفون عرضوا من خلالها رؤاهم في جوانب مختلفة من الابتكار التعليمي بدءا من تكامل التكنولوجيا وصولا للاستراتيجيات التربوية كما شارك الحضور في ثلاث ورش عمل تفاعلية ركزت على تطبيق أدوات ومنهجيات جديدة في التدريس للأساتذة الذين يتطلعون إلى تطبيق تقنيات جديدة في فصولهم الدراسية الجذير بالذكر أن المؤتمر سيستكمل فعالياته في كل من جامعة خليفة وجامعة أميكي دبي في اليومين التاليين المؤتمر السنوي الثاني لأفضل الممارسات في التدريس والتعلم يعد فرصة لمناقشة أحدث الأفكار والمنهجيات التي تخص المشهد التعليمي والبحثي المتطور لأخبار الدار فايزة طنحاني الشارقة